بعد الف دقيقه لو سمع الاهلي اكيد حسنت بعد الف دقيقه ليس سمع الاهلي اكيد! تكشفت الحقيقة واحد انه الاهلي كانت عنده قزم كبيرة جدا واحد كانت مهاجب اخيرا الاهلي بقى عنده مهاجب طب تعالى اقولك ارقام بيتحصل للمرة الاولى مش في الاهلي في الدور المصري كمعدلات واحد لأول مرة إن لعب يكون لعب ألف دقيقة أو أكتر لأنه في لعب ممكن يلعب مباراة مبارتين فيسجل أهداف أكتر من اللعبهم لكن بقولك على إنه لعب يكون لعب ألف دقيقة يعني 11 مباراة كأساسي يكون عدد الأهداف اللي مسجلها مشاوي لعدد المباراة اللي لعبها ومن ثم عدد الإسهامات اللي عملها 15 هدف في 11 مباراة ومن ثم متجاوز الأهداف المتوقعة كأسهام وتسجيل بـ 11 عامل 15 وكتسجيل 9 مسجل 11 فأنا بكلمك على لعب تجاوز كل الأرقام الخاصة بالدور المصري بعد أول ألف دقيقة لي مع النادي الأهلي راجل جفه براير عدى مارس لعب ثم أصيب ثم رجع كل اللي لعبه شايف كل لحب من الكامعة ده كل اللي لعبه كعدد دقيق لعب 11 مباراة فقط ألف دقيقة فيبقى واصل الأرقام دي وهو ثالث الهدافين والأهل المتبقى دي عدد أكبر من المباراة من باقي المنافسين وانت بتتكلم على منافس على لقب هداف الدوري بتتكلم على أعلى معدل بيتم تسجيله بعد ألف دقيقة داخل الدوري المصري على إطلاقه من وقت ما بترينا نعمل أرقام لأنه كان فيه نسخ قديمة بتسجل فيها أرقام عشان ما تتخدش على عهدتنا نحن نتكلم من أول نسخة للدوري لكن بالتكلم من وقت ما بينا نعمل أرقام مفيش حد تجاوذ أرقام وسام أبو علي بعد ألف دقيقة بالنسبالي هي أرقام كبيرة جدا 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 ستتحطى في كريت الرجل ده دي النقطة الأولى ناك نقطة الثانية اللقطة اللي اتكلمت عليها في الإنترو لو تتعارض تاني معنا اللقطة بتاعت وسام أبو علي بعد الأزمة اللي كانت موجودة أه وسام أبو علي لما حوط على حسين الشحات أنا مشكلتي مش إنه حسام دخل هو حسام عمل حكتين الأول وسام لما لقطة وسام أبو علي اللقطة الأولانية هو راح يطمن على حسين عادي بعد الإصابة أول ما تيجي اللقطة بس ونوقف وسام راح يطمن على حسين فهو راح يطمن على حسين اللقطة الأولانية وبعدين لأن في خط جاي له من لعبة بيرامز اللي بالمناسبة اللعبة اللي كان بتخبط في حسين هم مش محمد الشيبي هو أحمد الشناوي وباقي لعبة بيرامز فهو عمل حاجتين مهمين الناس كلها ركزت على واحدة وصابت واحدة الحاجة الأولانية إنه كان بيحمي حسين الشحات من الخط كان بيحمي حسين الشحات من إنه يتم ضره وبالتالي كان الموضوع هيروح لزاوية أبعد من كده بكتير والماتش كان هايقل بخناقة الماتش كان هايقل بخناقة وخناقة كبيرة لأنه فيه تابعات وكمل كمل كمل نصور النقطة التانية إنه حمى حسين الشحات من ردة فعل حسين لأنه حسين بطبيعي مع الضرب والخط اللي كان حاصل فيه طبيعي جدا إنه كان الرجل هيقوم يدي يبدو رد فقط كل ده الخط ده في وسام كل ده حسين بقى كل الخط اللي من فوق ده سواء من زلاكة أو من أو من أسامة جلال أو من أحمد سامي أو من قبلهم أحمد الشنوي كل الخط ده جي في وسام فدي بالنسبة لي ترجمتها حاجة واحدة إنه الراجل عنده ذهن حاضر إنه خد الأكشن تلقائي إنه يحمي زميله وفي نفس الوقت يحمي من نفسه إنه ما يمشي يدي ردة فعل فأنا بتكلم هنا على ذهن حاضر ووعي عند لعيب صغير واحد من الأصغر اللعبة اللي موجودة في الملعب وسامي أبو علي وأرجع أقولك تاني لما اللعيب تلاقي لعيب عنده الذهن ده مع كواليتي طبعا فأنت بتتكلم إنه إنت قدام نموذج الموقف بالنسبة لي ما بقفش عند الموقف على إنه عمل كده بالنسبة لي بتكلم على نموذج يبين للراجل ده بيفكر إزاي هو مركز قد إيه وعنده وعي في دماغه قد إيه عشان يعمل اللقطة ليه في وقت الدنيا كلها مجدودة سواء لعيب تلاقي أهل أو لعيب تلاقي أهل حلو حلو